في أول شغل مع نور الشريف كان بيشتغل معنا في مسرحية وبرتحين أخراج الأستاذ كمال ياسين خد الأستاذ نبيل الألف يعمل هاملت يتاخذ من هاملت للتلفزيون المسلسل اللي كان بيشتغلوا مع حاملتها فإسان هنا خشبة المسرح كانت هي المسرح للتقديم هي المطار الأساسي اللي بينبت الفنانين الكويسي المسرح كمان بيقدم بيشوف صوته حضوره طلطه اللغة الثقة الهيبة حاجات كتير الأستاذ حسين كمال جيت فرج على خيال الضل خدني في شيء من الخوف وأنا في تانية معهد شيء من الخوف ده من مهم العالم أيوة وأنا في تانية معهد خيالي أحمد زكي اتاخذ وهو في البكاريوس على مسرح القومي احنا كنا بنمتعن على المسرح القومي البكاريوس أحمد زكي خديج معهد ونور وأنا أحمد زكي اتاخذ من البكاريوس أنا اتخذت من مسرح الحكيم نور الشريف اتخذ من الأوبرا الزمن اتغير لأن دي كانت المنابر الحقيقية الطبعية دلوقتي الدنيا تغيرت لا أنا مش معطاردة لا أنا بديكي فرصة أتخذت يعني ازاي احنا طلعنا أيوة مظبوط ازاي احنا ما كناش نعرف حاجة آه كنت هتوصلوا ازاي غير من المنابر دين كلها فن وعظمة وبعدين قصد زيتنا اللي ساعدونا يعني يخدونا المسرح نشتغل فالسينمائيين كانوا بيروحوا مسرح ومخرجين التلفزيون كان بتروح مسرح مين اكتر نجوم حسيتي انك معاهم لانه ايه حضرتك عملتي مع الحقيقة اسماء كتير قوي فلكن انا هنا حسألك السؤال لانك كمان كاتبة فبيعنيتي قوي الكلمة يعنيتي قوي المحتوى مين اكتر النجوم اللي استمتعتي بالعمل معاه استمتعتي انت كممثلة كمان بالعمل معاه من غير ما كن بكتب يعني استاذ عبدالله غيس هنرجع للكتابة اه 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 تمثيلا يعني استاذ عبدالله غيس مم مدم سبيحة ايوب طبعا اه 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 اكلمك على البدايات يعني شدية لسه كتير اه لسه اجيالك دول لسه تلفزيون ايو اه عندك مدم شدية انت قلتي طبعا دي دليها افضل كتير من الخوف ده نفسه الحقيقة تجربة فنية تدرس طول الوقت الكلمة التصوير طبعا الاداء بتاعكم الموسيق كل حاجة مدم شدي علمتني حاجة الجديد لازم تحتويه اي احتويتني في شيء من الخوف احتويتني جدا واهتمت بها جدا وكان عندي محاضرة لأستاس جلال كان حازم قوي وكنت بعيت وانا بصور عشان ما عادوا اثنين ونصف فهي اصرت توديني واحنا بنصور قالت ودوها احنا نشتغل اي حاجة من غيرها ونجمة كبيرة عظيمة طبعا بطلة الفيلم فاتأخرت فبيحاولوا بفركشه فجيت لأستاس سين كمال بزععت له لا ما زعلهاش يكن بتلعب تكنت بتدرس في حاجات مدام شدي عملتها مدام سميحة في المسرح سندتني جامد وانا في تانية معت بعمل معها خيال الضل يعني احتوون يعني مدام شدي احتويتني في السينما مدام سميحة احتويتني في المسرح يعني اجيال لا تنسى